اشبعني لما الانسان يتوكل ايش بيعني هذا الكلام لاحظوا واللي مش متوكل ايش بيعني لاحظوا المتوكل عالم الخوف مش موجود لانه ديلوا بالكم مياخذ بالاسباب هل قدر طاقته هل قدر هل نقدر ثم ونتوكل على الله لانه هو اصلا رب بالاسباب بذلنا الجهد بذلنا الجهد لاحظوا خوف مفيش حزن مفيش اضطراب لاحظوا مفيش زي ما قالوا طيش مفيش سفه مفيش سؤظن مفيش تبعتوا في المقابل على فكرة ثقوا تماما اللي ما عندهم توكل على الله دائما عندهم خوف ولأقل اسباب ممكن يحزن او يسفه او يطيش او يسيء الظن او 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 لذلك لما قلنا التوكل هو جنة جنة ليش لانه هو بيخب بالاسباب ومن جوه ايش هو مرتبط برب بالاسباب هذلك مرتبطين بمين هذلك مرتبطين بمين ما انتو شفتوا بعض الحكام اليوم قاعد بوكل قاعد بوكل جمعتوا اللي وصلوا للسلطة وسوى كولوا بشيك وسوى كولوا بوكل هم واحد واحد لانه ما بيظنوا انه لما بينافقوا لما كذا انه احنا دور واحنا اللي ايدناك واحنا اللي كذا شوفوها ادرسوها تجدوا اكثر هذول طغاء بيوكلوا اول ما بيوكلوا مين هالجردان اللي حولهم كي لك عمل معيك بعمل مع غير اه اه ما بتركوا حدا من شرهم خصوصا اذا الله مكر فيهم وغير القلوب عليهم اه اه فعالم الخوف وعالم الحزن وعالم سوء الظن وعالم السفه وعالم الطيش وعالم كل هذا بيكون وين لما بيكونش في توكل لما بيكونش في توكل لذلك هو توكل قوة قليل وعالم حزن وعالم حزن